أهلا بحضراتكم من جديد طيب بالفترة الأخيرة كنا نتكلم على فكرة الحضور الجماهير مهم جدا الدعم مهم جدا للفريق وإن شاء الله الأهل يقدر يحقق نتيجة جيدة ويتعهل إلى دور نصف النهاء ولكن في جانب مجتمعي ودور مجتمعي مهم جدا للنادي الأهل بخصوص مباراة الأهل وسيمبا وسبق أن أعلنت في العديد من الحلقات السابقة أن الأهل طلب الساعة الكاملة من أجل نقطتين مهمين جدا أولا كل ما يكون فيه حضور جماهير كبير كل ما هيزود الدخل المادي لهذه المباراة وبالتالي كل الدخل المادي من هذه المباراة هيروح للأشقاء في فلسطين كدعم مادي وتبرع من إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي إلى الأشقاء في فلسطين تضامنا بالتأكيد مع الأحداث المؤسفة اللي بيتعرضوا لها في الفترة الأخيرة وتضامنا بالتأكيد مع كل الشعب الفلسطيني في الفترة الحالية كمان نادي الاهلي وانا كنت اعلنت ده في كذا حلقة برضه من فترة سابقة ان كان حصل تواصل ما بين ادارة النادي الاهلي مع وزارة الصحة نهاردة الاهلي اعلن ده بشكل رسمي من خلال حسابه الرسمي وقالوا في الخبر ان ادارة النادي اعلنت عن وجود ست سيارات اسعاف من وزارة الصحة امام بوابات استاد القاهرة صباح غد الثلاثاء للتبرع بالدم للاشقاء في فلسطين جاء ذلك بناء على طلب النادي الاهلي الذي تقدم به الى وزارة الصحة قبل ايام لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير الاهلي التي ستتواجد في مباراة العودة امام سنبا التنزاني في الدوري الافريقي بالتبرع وارسلت وزارة الصحة الموافقة امس واكدت على وجود السيارات المشار اليها لاتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الاهلي في التبرع للاشقاء ومسندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم المشروع عاشت فلسطين حرة ده خبر مهم جدا كان لازم اكد عليه وابدأ به فقر الترند الترند لان احنا بقى اكتر من حوالي 3 اربع ايام بنتكلم على القرارات التي اتخذها مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب فيما هو متعلق بالقضية الفلسطينية والدعم الكبير جدا من الدولة ومؤسسات الدولة وكمان دور الاندية الرياضية كمؤسسات لها دور مجتمعي في هذه الاحداث المهمة جدا كامل التضامن مع الاشقاء في فلسطين الواحد يوميا والله يعني بيشوف مشاهد ولقطات الواحد حزين حزين ان انت مش فيدك حاجة تقدر تعملها الواحد لو فيده حاجات كتيرة ممكن نعملها هيعمل كتير قوي ولكن للأسف يعني اكتر حاجة ممكن نقدر نعملها بنعلن لحضراتكم هذه القرارات والمواقف التي تتاخذ سواء من الدولة المصرية او حتى من النادي الاهلي نتمنى نتمنى يا رب ان شاء الله ان يكون فيه تضامن من الامة العربية وقرارات مهمة جدا من الامة العربية خلال الفترة اللي جاي لانه بصراحة الوضع اصبح يعني لا يطاق لا يطاق والامة العربية والدولة العربية اقوى من كده بكتير ولكن محتاجين تكاتف محتاجين تكاتف لانه بصراحة الاطفال الابرياء اللي بيستشهدوا والنساء والشيوخ والرجال والشباب يعني حملة ابادة جماعية للاشقاء في فلسطين مش قادر افهم ولا استوعب ازاي المجتمع الدولي بيتعامل بشوزوفرينيا مع هذه القضية بهذا الشكل ناس اصحاب قضية واصحاب ارض الناس بتتعامل معهم وكأنهم هم الارهابيين وناس تانية معتدية ومختصبة وكيان مختل صهيوني مش قادر استوعب ازاي العالم بيتعامل بالشكل ده حتى على المستوى الرياضي حتى على مستوى الفيفا في حرب اخرى عالم احدى الدول وكان تضامن في هذه القضية الناس عاملة ودن منتين ودن منعجين شيء مؤسف للأسف يعني شيء مؤسف طيب